موسيقى 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 أهلا وسهلا بالجميع العدد الأخير من بزنس قبل شهر رمضان البرنامج سيتغير في شهر رمضان نشعلكم إن شاء الله بعد شهر رمضان كما تعرفوا الأسبوع القادم إن شاء الله انتلاق شهر رمضان مع برمجة خاصة وخاصة جدا على نسمة جديدة بديد وتكشفوا تفاصيلها رجوش وسوبر تونسي إن شاء الله كل التفاصيل بزنس سيغيب شهر رمضان ونعود إن شاء الله الأسبوع الأول بعد شهر رمضان أيميل مساء النور مساء الخير فاخرية مساء النور مساء النور هذيك عليش اليوم بعد شوية نحكي لكم مع العرض والطلب في سهلها تسهيل وفما عرض وطلب في رمضان نعطيكم بعد شوية الأرقام خاصة أن وزارة التجارة قامت بتقديم كل الأرقام الخاصة بالأسواق في شهر رمضان نحكيه على مجال التكستيل اليوم وفي النسيج في تونس هيثم بعجير رئيس الجامعة توصيل النسيج والملابس يكون نضيفنا ودائما في هذا الإطار تقريبا نستقبل من زغوان جهان السوابني تحكينا على الطريزة التقليدية بتثمين المشاريع الحرفية في حكاية إنجاح نحكيه على تأسيس الجمعية الأفريقية لعلاج الجروح بمشاركة 14 دولة أفريقية بعد شوية إن شاء الله فيها الحدث الاقتصادي ومشاريع زراعة الكروم مع فخري في تبع فخري هذه تقريبا مختلف الفقرات مرحبا بكم في بيزنس نشيوه مبشرة سهلة سهلة قانون العرض والطلب شنو بالضابط وتأثيره على المواطن هيت نشوفه الأستاذ أرام بالحاش قانون العرض والطلب بالحقيقة هو قانون يخلي العرض في علاقة مباشرة مع الأسعار فكلما ارتفعت الأسعار كلما ارتفع العرض أو المعروض الطلب كذلك أو قانون الطلب هو علاقة مباشرة بين الطلب والأسعار فكلما ترتفع الأسعار ينقص الطلب وقانون العرض والطلب الحقيقة هو يعكس حالة التقاء يعني بين العرض والطلب وهذه الوضعية الحقيقة استثنائيا لأنه موش في كل الأوقات العرض يساوي الطلب ففي وضعيات وقت اللي يكون العرض أكثر من الطلب لهنا الأكيد الأسعار باش تنخفض وبالعكس إذا كان الطلب بيكون أكثر من العرض أكيد الأسعار يعني باش ترتفع لكن أميل نظرية العرض والطلب في الاختصاص تفترض أن الأسواق تكون تنافسية جدا مش تكون يعني أبليكابل على الواقع ونشوف الأثر متاعك يترتفع المواد أنه فما تنافسية فما مواد تبدأ أسواق مفتوحة هو قانون السوق هو اللي يحدد الأسعار وكل شيء في الأسواق المفتوحة قد ما تبدأ أكثر العرض قد ما يبدأ المنتوجات أكثر قد ما تبدأ الأسعار تخف وهذه يرى النجم أن نسحبه على كل شيء نجم أن نسحبه على الكهرباء نجم أن نسحبه ذلك عليش هو ولو أحنا في تونس عنا عقلية أنه ثم شركات ما لازم نشمسوها لكن في بعض الأحيان كيتعرف كيف يش تنظم تنجم أن تطلع من العرض وتنقص في الأسعار أخلق تنافس لصالح الشاري لصالح المستهلك لصالح المستهلك هذه المنتهة هو التنافسية لازمها ديما تكون لصالح المستهلك مع حماية المنتج بالتبيعة وخاصة تبدأ شركة أمومية كما أحنا بعقليتنا أحنا خل نمشي معك أكثر أنت فقري في الجانب أنه إحنا قادمين على أشهر رمضان الأرقام التي تنشرها مثلا وزارة الشاري وهذا جيد أنه هاوش عنا يعني 25 ألف طن بطاطا 10 ألف طن طماطم 21 ألف طن في 22 ألف طن بصال 158 مليون بيضة مع مخزون تعديلي المواد موجودة من الذي يجعل قانون العرض والطلب للسعار تغلى هل هي اللعفة أنه مثلا الطالب ساعات كيف يعملون مخزون الاستراتيجي يؤثر ساعات على العرض هل هي مثلا الموسمية المحتكرين من هنا يخل بهذا التعريف على الأقل في السوق متاعنا؟ هو روح حسين في شهر رمضان معناها الاستهلاك ما يكونش استهلاك عادي ما هوش استهلاك متوازن رمضان شهر متاع استهلاك والاستهلاك متاعه ما هوش متوازن استهلاك وفق شهوات معاش لوبتيميزازيون وفق الحاجات اللي عندك واحد اشتهى باش يعمل البريكة الدانوني قبل ساعتين حتى تنضم طيبين وشقان فطر فينا في توانس هي قايزي متقلب بالمنو فينا في توانس تكون الكنسماسيون متاعك ما يشميل وهذاك تقراه قبل الدولة ان كاذا تعمل معنا نعمل اليستوك الزايدين باش نحاولوا ديما نعان العدل في العرض والطلب ولكن الاشكاليته دي مش كان موجودة في العالم الكل معناه في شهر رمضان نصير الاختلال من النوع هاد ولكن هذا مش به اولا حتى سيدي الديني مش به مش صحيح مش رو شهر رمضان احنا طوله طمعتي كمان نحطه في مخاخنا المنوم بتاع الماكلة والواحدة الاخر شهر رمضان هو شهر عادي يجب ان نحاول على استيلاكنا العادي فيه ونحن نحاول ديما نخلي نخلي الاوبتيميزازيان بتاعي راسيونال اللي حاجتي به نمشي ناقص اللهفة هي اللي اولا بش تخسرها ولا مكش بتعملها الكنسوماتي قاتنوش كنسما هيش اوبتيميزازيان راسيونال بش تعمل بش تطايش وممتون بش تخلق حالة بتاعها على عدم توز ولا شأنه أبين العرض والطلب بنا والمستهلك مش ديما معي مسببك كا جون ايكوناميك انت كا كونسوماتير في العملية من هنا ومن هنا وحظة بي لازل المستهلك هي حظة على نفسه وحاجة أخرى للأسواق تقض محلولة في رمضان لو العباد تعوين هنهارين مثلا تقضي الصغير على الأسواق ما تقول بشتوفة دنيا رو إنش محلول نهاري ونت ربضان براكس بما اسواق اللي يميل فتسكر مثلا في أيام معايا لا بما عادش تسكر الأسواق حتى في أيام راحتها تطلب حسين تطلب بناء ثقافة جديدة وثقافة جديدة مش بكوت باقي تماجيك هذي ثقافة لازمها كيف نرجعه لإستراتيجياً تع دولة باش ما يكون الشهر رمضان نخسره فيه حتى ما فيه خسائر كبيرة ولا انت اجي تياح ومبطلوا معاش دخل بالمفروض هذي تربية واللي بيش أخذي بزيد مسائز تفكر في العبادة اللي ما عنداش مش تأخذي بالكل شكون واضحين نهارك بنهار ليو حتى مسائلش كي تتأخذي بزيد أقسم مع العبادة اللي ما عنداش حتى في النوت ورش مذكر ليش قلت لك ثقافة ناحية رمضان غير رمضان انتي كي بتسمع مثلا تعبت حتى معلومة مش حتى صحيحة لحلي بنقص ترب الناس مشيو حركة حمائية يودي نعرف باش كوني ضيع الوقت في الصف الشيخ على الصف خلاتنا نخدهم الكوش اي نمشيو الاربعتاشن دولة من بينهم تونس دونك ثلاثتاشن دولة افريقية كانوا فيه دمارس وهاء سبب تأسيس الجمعية الافريقية للجروح دونك لابن افريكين بولي بلاي إلي سيكا تخيص هيت نمشيو مباشرة للحداث الاقتصادي موسيقى مش ننشع نحكيه على الجانب العلمي الجانب الاقتصادي والجانب الطبي وخاصة الاشعاعي والديبلوماسي اللي التنجم تكون من وراء مثل هذه المناسبات هنشوفوا هذا التقليل فما نعود موسيقى يمكن ان تكون تونس رافدة وسباقة في جمع الشمل ومثالا في المجال الطبي بما فيه المجال التكوين الاخذ بالذمة لعديد من الامراض بما في ذلك الاخذ بالذمة للجروح لاسيكاتريزاسيون دي بلاي اللي هي ما هيش متوفرة كثيرا في جل البلدان الافريقية لكن الحمد لله في تونس تحظى بعناية خاصة في عديد الاختصاصات الطبية المتواجدة في تونس سواء في القطاع العام او حتى القطاع الخاص وبعث مثل هذه الجمعية اللي لم شمل الافريقى واعطاءهم فرصة لكي يتمكنوا مما يوجد في تونس من نحب ولا نكره اسباقية في هذه المجال فهو عمل انساني وعمل طبي في المجال الكلفة العلاجية للجروح بما فيها قدم السكري بما فيها الحروق بما فيها جروح اخرى معناها نالجة بالنسبة للناس اللي ما التحرك شيسر كلفتها باهضة جدا فالهدف بهالجامعية هذي هو ما رقم التفاوت اللي موجود معنا في الامكانيات وفي الكلفة اللي حددتها لكن احنا قلنا إذا كان الناس كلتوا اللي فرد مستوى معرفي اللي علاج هالجروح هذي حددتوا بشيسرها في تقليص الكلفة وفي الناس كلهم نحن نش storage بعض المعرفيات من نشواء الحدداء من خلاف الناس رأية العليم ومتظار جزيء نتخل اللي ان حتى طبيعا في محايا تشهد من فضاء المعرفيان ومطلنا تحذيك ومطلنا تحذر وزيدة وهو عانية يكون على واحدة تحذر جعل المقابل في الناس تحذر لتحذير المترجم للقناة المترجم للتأسيس تحت إشراف السيد علي مرابط وزير الصحة الموضوع أمال نحكي على الجمعية الطبية في برنامج اقتصادي قلت لي اليوم الصيحة الطبية أصبحت دخل مليارات الدول منافسة كانت تولس تحظى بهذا السوق مثلا نحكي على تركيا وعلى أردن أنسى الصيحة الطبية الكلفة الكلفة الاقتصادية للصحة خاصة نحن بخي بالنس ديابيتيك مرض السكري قاعد يطلع بصفة كبيرة عند شباب حتى الكهول وكل شيء ومرض السكري إذا ثم بلاي إذا ثم جرحة راهي مش سهل أنك تعالجها جمعية هذه أبغى أنها كما قلنا كما قلت أنتي بالنسبة للسياحة السياحة الطبية بيانسور بشتوالي أنتي قطب من أقطاب إفريقية كل ما هو علاج الجروح وكل شيء ذا ثم التكوين ثم تكوين الأطباء ذا كيف كيف البرسونيل باراميديكال أحنا في تونس بشتوالي دورات تكوينية لكل هذه البلدان الأفريقية دونك وزيدها كيف كيف بشتنقلوا الأطباء متعنا لهذه البلدان كيف كيف بشتكونوا الأطباء الأخرين وتمع أن يشانج معناتها مبينتنا دونك بالنسبة لنحن حاجة يسر هما أنه كيف كيف نقرأ وحسب ما نعطيوش قيمة للصحة ما نعطيوش قيمة للأمراض كيمة أمراض السكري وكل شيء ثم كلفة عالية وعالية جدا ونعرفوا بالله هاو ما زالوا كيغليه والدويات معناتها الدويات ماشي وقاعد يغلى دونك هدومة جمعية هدومة وانتي قلت دا حاجة بيها أنا تعجع إشعاع تونس فما بعد فما بعد البعد الأفريقي نعم البعد الأفريقي بتاع الجمعية داي بشي رجع إشعاع تونس وحاجة أخرى معناتها لازمنا نعطيوها أهمية كبيرة عنا أطباء قاعدين يمشيوا قاعدين يخرجوا بالمئات أن نجدوا مثل هذه الجمعية أن نشجعوا أطباءنا على أنهم يقعدوا في تونس هكذا زادا طريقة هدومة فقري نحكيه دي مع دبلوماسية الكلاسيكية نحكيه عن دبلوماسية الاقتصادية ولكن هذا ينجي يكون ضمن دبلوماسية العلمية والطبية أنك تخلق العلاقات عبر هذه الجمعيات طبيا وعلميا كما قالت هدومة هدومة وهي من الاستثمار في البحث اللي يحلك زادا أثنية نحو ديفون من العالم الكل صحيح وهذا يعني أنه يخلي تفهمة يعني ما عندك أنت قيمة كيفاش تحط عن فالور تفكروا قتلي احنا ولت عندنا نزيفة متاع ناس قاعدة تهجر إليه خلالية هجر يمو خاطر ما فهماش اكتيفيتاء ما فهماش مداخيل ما فهماش زادا ما فهماش عمبيسيون ما فهماش طمو ما فهماش حاجة تحرك العبيد بيش تقعد أعتقد هذا الأنشطة من النوع هذي تعاود تخلق من جديد فالناس تخلق بيش تقعد تخلق من الناس جديد تخلق بيش تقدم أثنين أفريقيا برشدت أن نسمع فيها سنظرها بالأفريقيا سنظر بالأفريقيا مش في بالو بأفريقيا سهل لو أفريقيا مش سهلة وثم ناس سبقتنا لها إليه خلي ولكن بهكذا مبادرات هذي المداخل النجم والدخل منها هذي نقاط القوة النجم والدخل منها طبع العلاقة العلمية وتصبح من بعض علاقة تجارية تشبكها في علاقات سياحية إليه خلي هذي مش بيش يخلق لك وجود وهذا يبعد أنت تبدأ بالسياحة الطبية إليه خلي مش ببعد نجم نجم تلقى رحك في إندوستري نجم نجم تلقى رحك في كوبيراسيان كانت تفكروا وقتاً للمغرب عاملت في السينيغال مع بعضهم اللقاح متاع كوفيد التجربة هذي خي ما يبدأ بالطريقة هذي كوبيراسيان سيانتيفي كم بعض بيش تطور في رأيي أن هذي هي المبادرات اللي يزمن نجح أشعر هذي هي المبادرات اللي يزمن نمشي وفاها وهذه هي تونس المجتهدة اللي تجتهد أبعيدة على الظوضاء والعيات هذي هي تونس التخدم وهذي اللي تطمن على المستقدر حاجة يعني كي حكيت دكتور أمان الله المسعد على الكلفة الاقتصادية للجروح رو برج عبد مزيرو عبد تتقسم بسبب جرح بسيط ولكن أيضا بسبب نقص الضغط اللي صاير مثلا على مستشفى الحروق الباليغة في بن عروس رو ديما محبي يعني عام على عام محبي وزيد الحد معنتها كثير من الأوقات أسهل بطبع أسهل لهم أن نقص معنتها المداوية هذي اللي شنوة تصلح الجمعية هذي البعد متاحها في البحث العلمي ومعنتها هذي كريسر هين علش بش منواليوش طولا نقصوا خطر القسان أباغ أنها تتكلف تتكلف القسان لكن العائلة شوفك المعاناة بتاع العائلة والبرزن شارج وكل شيء دونك إذيك علش أنت قبريكا قلت أي خطر عندها علش أحنا حتيناها في برنيمش اقتصادي خطر راهو الصحة طوى وليت كيف كيف نحكيه على كمقال فخدي واختن بذي على قد ما يكون عندك مواطن يتمتع بصحة جيدة على قد ما يكون منتج على قد ما يكون مؤثر في المؤثر يبدأ فرحان ويلزم نخلق هذا النوع من المواطن في الدخل صحيح وحتى كما قال التامير كيف دعندك واحد طائح في العائلة ربش يوقف حتى العائلة كاملة ما عايش بشتنطر العائلة كاملة مش تلهي بي العائلة كاملة وإحنا نعرف وإحنا نتوقف في معركة مع الزمندرة ومعركة مع الوقت في الانتاج إلى الأخير يعني عائلة كي تحلها واحد وانتهيكها يعلم بها كثرة بليزي هو يتعب إذا عائلتم معه تتعب على هذك في رأي أنا هذي هي شوف هذي المبادرات اللي فتغيرت تفاصيل متعلى حيات اللي باعت وشع على الجامية وخطر هي متنجمش ما يشكل لأخبار اللي الناس نجم متركزة معها إلى الأخير ولكن هذي لأخبار اللي عندها علاقة بمستقبل الناس وبحياتهم اليومية به أخبار كي منها كي تناعوش ومجددا أمان الله الحق نطيعه يعني خدمة كبيرة تصير سامة زيدة خدمة مذبية مذكرة على خاتر زيدة الفاضل اللي رجع له هي سيدة نعيمة بن ملوكة اللي هي ناشتة كيف كيف ضمن هذه الجامعية وقامت بدور كبير في دعوة الجامعيات الأفريقية والمسؤولين الأفيرقان تونس ومشراف وزارة صحة جيد نستقبلها صحابنا ونعطي البعد الرمزي لهذه المبادرات هذي أنها الدولة ترابق هذه المبادرات تبدأ وراء كل المبادرات اللي معنتها ترنو لإعادة تموقع تونس في القرى الأفريقية وإحنا خسرنا خسرنا بش وخاصة لواحد أفما أجنبي يجي يلقى روحوا مع وزير ولا مع وحد سادون دولة فلو خلقوا وفير إلا يمشي معاك خطوة وإنجي يمشي معاك خطوطين نشوفه حتى الإمباكت على مستوى وسائل الإعلام متاحهم مشكي مشارك إلا أشرف الوزير رأس تانا إمباكت بسيط ولكنه هم وهم جدا يلا نمشي مباشرة لحكيات نجاح إسمها جيين سويبني مغرومة بالخياطة وبطريزة جي بعض لحظات حذينا بش تحكينا على مشروح حالي فيه اقتصاد دائرة فيه شكرا شكرا بربيدعو صديقنا في المشري رئيس تحريب شكرا وتقارير تعبرنا كلها كموسيقى جميلة كرائقة وصور جميلة يزي نكتفي بهذا مرحب بيك جيهان عيش الاستثناء كما كنا نحكي في البلاتون من الجامعة ونبدأ تقرأ الإعلامية عادت إلى مراكز التكوين المهني كي تبدأ حياة شو اللي خليك تأخذ القرار هذا قبل ما نحكي عن نجاح وعلى الاقتصاد الدائري لأنه في لحظة من اللحظات برشا ناس تكون محتاجة إلى اتخاذ القرار قد يبدو البعض غريب من الجامعة عاش ترجع تقرأ تكوين مهني ولكن وتخسر بها عام وعام ولكن هو ينجم يربحك حياة وينجم يربحك رضاء الذاتك وتحقيق لحلمك أنت شخصي شلي اللحظة اللي قلت فيها كهوزي بالانفورماتيك مش هيدا ما تخلقتش لهيدا هيا مش لحظة واحدة ما أعملت البروجيكسيون القدام قلت ما نش باش نتخيل روحي نكمل حياتي هكا دونك عندي غرام بالبغ بالدسان والحاجات في ماء والهند مي ديتو دونك التريزة زيدة اتغرامت بيها وينا صغيرة برشا دونك حبيتها كصنعة مما قاعدش فيها برشا جس تاكي كتعلمت شوية دونك حاسيت اللي جاي وقت باش الحاجات اللي مغرومة بيهم الكل كجاي ابندوني في وقت معين نرجع لهم ونكمل فيهم هما الكاريير متاعي ما كانتش سهلة برشا ما خطر الفكرة متاع الناس انو الجامعة دماخير والديبلوم متاع الفلغم متاع وكثير وكل لكن حتى حتى تكوين المهني كانت قرأي معناها فعلا نقرأ وبالحق ست انفرمشن براتيك وثيوري كم باللل دونك ست اكسبرينس مزينا برشا مش مش اقل من جاي ما برشا حبيث ما انتها ساعة جهين في زغوين مثلا مش برشا انسي يدخل القطاع الميل والأعمال ولو انت ما زلت في بداية الطريق كيفش مثلا الايكو سيستيم كيفش كيفش استقبلك الايكو سيستيم قررت المسمر في حيط نحيطه ودخلت في مغامرة معنتها في زغوين منيش سيلا برشا كما قلت خطر مهوش مش درجة برشا انه طفلة تحل البروجي وتخدم كنت عندي الحلم بتاعي اني باش نكمل فيه باش نواصل مع الصعوبات اللي فام ديما نحاول حكينا شما الصعوبات اللي عرضوك على مستوى الدوائر القريبة منك لكن حتى على مستوى الإدارة هلقيت صعوبات صعوبات شغطو بالبعبول للمرشة والبعض بتدخل على أكثرية المعارض والكل تصير في تونس دونك دك اللي خلي الصعوبة شغطو هذيك سنو منركز شبارش على الحاجات تطبيب نحاول نروف من كوني في بلاثة ممتازة العقلي لما نفكر في الحاجات تطبيب منتعدى فخري أنا نحا بنلتقط الفكرة متاع المجتمع يحب الجامعة وما يحبش تاكوين ونلقى ورواحنا ناس تحيش للمجتمع ومتعملش اللي تحب خسرنا الجامعة لأن الناس والجامعة تخرش البطالة نلقى ساكس صحة وخسرنا الناس اللي كانت تنجم تكون روايات نجاح فاللي تحبوا لأنه أهم حاجة في أي مهنة تشتغلها حسات متش حبهاش وقالها ماشي في طريق ماشي أنت اخترته وما تحبوش صعيب برشا في راي أنا تنجح فيه وصعيب برشا تبدع بهي وخسرنا نحن في بلاد مطالبة أن أي واحد في السكتور بتاعه يشتغل ويحاول يبدع أكثر حتى من بلدان أخرى باش نجم ونغطيه ففهمتني لأنه ربي اللي أعطانا برشا خيرات الأخير المطالبين نشتغل على في رأي أنا اللي قالتو جهاد نحاولو نتقطوه كأولياء وقتلي أولادكم يقول لكم احنا نحبو نكونوا في تكوين مهني مش مطالبين أنتم ما تفرضوا عليهم الكريان اللي تحبوها وأيضا المجتمع يجب يغير رؤية وراء اليوم اللي يتخرج من التكوين المهني راوي نجم يكون فام دافير واللي يتخرج من الجامعة في سيركوين ما يحبوش راوي نجم ويرجعوا اليوتيوب على شين نسمة تفرجوا في حلقة تعدية عند ثلاثة الجماعة تغتير حكينا على التكوين المهني لأن نسبة التشغيل تتجاو 70% في السوق المحلية والعروض اللي جاية من الخارج ترجعوا تفرجوا في الحلقة تقريبا 100% نرجع لك إذن قاعدين نشوفوا تصاور يعني بين الطريزة التقليدية ولكن فهمة إنوفاسيون شوفت سوبر ماريو تعدى شو تعمل بزابتين اللا للا شو تقدم يعني تقدم تقدم دي كليونت موآينين بي هو فهمة حاجة قالها لحنا عنا باشا خيرات في بلادنا ومن الخيرات اللي ركست عليهم لسا وغفر والاكتزانة خاطر بالحق عنا عنا انفتري موان انا عنا donc برمي الحاجات اللي بازي عليها تريزة donc سألتني نعمل c'est essentiellement une marque de mode شو اسمي المركات تريزة 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 باي جي جي اللي خدمة اسنسي المنسي دي vêtements دي كيس دي دي كورتين ماتروزين بليد اساسا ووه puisque كتن موضي زيرو ديشة اللي شوط دي تسسو اللي بعد من نقص لحواج اللي باشن خيات اللي باشن خيات اللي بلضبط القميش اللي يقعد زي دا كيف كيف نطرز عليه ونعمل به داميني زكسسوار وخارط قدرش يشتغل معاك طوام ظلم واحد في المستقبل قدر في المستقبل الثمين بشوية بشوية شو ما لازا اختيك المثال عطينا فرصة من دائما كحذانا قاعد نشوفه في استوشات في دي سانتور فمام رأة ما شو بالضبط يعني تقدم مطريزة حواج ودساك ودساك ودساكسسوار ودتابلو حاجات متى ديكوراشون اسنسيالما مقصوم الاربع دكاتيغوري يعني كاتر كاتيغوري رجع تونسي يستهلك هذا المنتوش طو احنا مثلا البارح مشيت التارسي قلتم علق جبايد والله شو حكي لكم يعني قلت له رمضان قليل حسين رو مارس يكثر طلب بعدين رمضان قل رمضان شهر متاع صناعات تقليدية وقال يبرش يجي ويكري والصغار هم لزيفنمان تعال روضات وكل شي قلت له علش متوليش لباس يومي علش مزيل اللبسة تقليدية كان ايميل والله ايميل في الان ايميل تصر بان اليوم بزهر لي ايميل دي ما عنده في اكسسوار حلوين اللي قادة تشوف فيها روزيتي سالاختزانة روزيتي انتي تشوف النساء وكل شي بالكاليغرافي ثم لابسات بالكاليغرافي ثم وحدات بالكاليغرافي معناتها بالكاليغرافي اغا قاعدين معناتها هناك عودة ومش هينبرك انتي شفتكم يا كيف كيف رجعت شفت كو جينا كيف كيف رجعت وهذا تلقى عند الشباب ستخي تخي امورتان سي كحنا توراثنا فيه كما قالت من السراء اللي خليك تخلق تخلق وتزيد تخلق هذا هو معناتها اللي العودة مش معناتها ريتروغراد لكن معناتها انسان سبير معناتها وحنا توراثنا يعطينا معناتها بين المعتمدية والمعتمدية عندك توراث عندك ان رجيم مانتر دي فيران وكل شايمان فسي تخيريش اليوم قريت خبر في تار هذا تستور ستحتضن المهرج الدولي للجبن كنا نحكي ومروحة دورة الأولى دورة الأولى بشتصير لأيمتي يعني عنا حاجات لو كنستثمروا فيها عنوان محلي بس تنخلقوا مواطن الرزق وندخلوا فلوس لكل جه عيش لقتصادين وتعاود ترجع إذا هيدا دور جزتو من جهن ورجون انتي تارف بلي برشة صبر فير قاعدين كنتمشي انتي للأسواق فما كثير من الصناعات التقليدية قاعدين نخصروا فيها أشتحكيو في موضوع تكستيل مستور دلي ما اسم القطاع صناعة التقليدية بعد شوية في جوزة ثاني في ملف الأسبوع سيف أخرى هيكي نقطة قوة التنوع الثقافي الموجود في البلاد هذه هي نقطة القوة متاع بلادنا ولكن نقطة القوة هذيك كيفاش نستغلها كيفاش نحاول نقدمها للعالم أنا متأكد العالم في عنا بارش عاجات مزينة والعالم ما عارفهم مش دورنا احنا كباش نوريوه دورنا احنا كباش نوصلوهم للعالم أيضا كيفاش انه تكون زادة في ريانة حتى الفصائل كيفاش اللبس ولا انجليزية ولا انجليزية كيفاش اللبس مهرب أي قدين علي لبس الفوتا والبلوزا وفيزيتا معنا تعجب على الأخر جيهن شو الخطوة جاية بالنسبة لكين شو حلم قلت مثلا نفكر في الأجنبي تفكر انك تقدم دي كوليكسون قرابة أكثر للجون يعني نستعمل ونشوف عباد في عايش كنشوف عبد لبسة مناسبة عليش ما تصبح ترجع في جزء منها للبسة يومية ممكن هذا هو بظلط اللي قاد نخدم علي هو انو نستعمل لصفور فرغ اقتزانال والحاجات الترديشوني لتكنيك في لباس يتلبس ديمة معنا وانا نحب نخدم حاجات انتمبوريل لذا مش نقعدو تلبسها سيزون وإلا ثنين ومبعطي لتوال بالعكس مكنسنتر على اني نخدم حاجة اندي مودابل اللي تنجم نخدم على دي كولور اندي مودابل حاجة باش تعيش مش باش نستعملوها في سعو غرامك بالنفروماتيك عاونك في المعش في استعمال دي لوجيسيال للتكنولوجي اليوم اللي صانع ما قاعدتش نترزو بكالطريقة التقليدية نسيق بل يصوروا بالقلم يعني اليوم حتى كريا دي مودابل خاطقان شوفيك تسام في تابلات يات دي زي كران تاخد مودابل قاعد نتعلم مودابل تطورت الحكاية علميا اليوم هو بان بارفور المودابل الاكتوال اللي نخدم بي سي سورتو ترادشوني وقالما وكل ما ما بسيبليت متاع انو ندخل دي تكنيك جدو 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 خطوط تمويلية منهم خطوط معناتها وزارة المرأة في برنامج رائدات هل انتي لجأت للخطوط التمويلية دي خاطر لتكرى موجودة لازمك امكانيات اكتر وجدت دي عليش انا حبيت نجيبها جيهان خاطر بالنسبة لينا زي ده هي معناتها سيلف ميد وومن لازم يبدي وراها ناس بشعونوا دي بشعونوا انتي الجأت معناتها مثل هذي خطوط التمويل فمكلك برغرام دي يعطيوا مكوش مانيها موجودين مي موش موش بالكيفية مي يعطيوش الفيزيبل statue الكبرى مي موجودين وبادو يتواجدو ودنك جيين يقولك حد شي ما يصير بالصدفة في الدنيا هذيا وفي القدر ضيفنا بعد قليلا. رئيس الجامعة تنسية ليس صدفة. أقول لك أميل برافو هو حذك. لن نتخلق في فرصة كل يوم مستعدة التعامل مع المصنعين في مجال النسيش في تونس. ما فاسعين. مستعدة مثلا القول على سواري تونسية تصنع الدمارك انترنسيونال. فما ما يشل الخطوة هذي تحبت تتعرف روحك أكثر على حلقة الموية. باش يكون أم بلوس بطبيعة للمارك وللسابوغ فيه خطر قد ما نستهلوه ونعرفو به قد ما يكون عضوك الليل ندبره هذي. بعد شوية توقض معنا. أول سؤال هكما توصي هاي ثم برش دي رئيس جامعة تونسية لنسيج والمالي بتضيفنا بعد شوية في ملف الأسبوع. اليوم الجامعة منفتحة على البتيز اختزان هذوما لأنه عنا نسبوع فيه كما كنا نحكي وقاعد يختفي اليوم هال هالطريزة هالحاجات البسيطة نجمل قاوها أكثر مع الجامعة ومع المصنعين الكبار أو حضر إجابتك لأوه ما سيت يوم فاق عمري ما نعطيها نعطي سؤال الله ونقوم بجي يجي نقض معنا نمشي مباشرة تابع فقري وبعد نرجع أبشنا شكرك نعم فخري مرحب نوارتنا سيفار الكوروم مبروك المشروع إبارك فيك العنب إن شاء الله يا رب يوصل بسيلم شوف حسان أنا اكتشفت من عم ناور كانت فكر خدمنا شوي ولكن اكتشفت أنه عنا بوتانسيال كبيرة خاصتان في شيرة الوطن القبلي وعنا في بارتية في شيرة باجا عنا اميكانيات كبيرة ولكن ما احناش مستغلينا وبيت نبحث نبحث في بالك اللي نحنا حسان كنا نزود في عهد الاستعمار الفرنساوي كنا نزود السوق الفرنساوي طرف القضايا النسبة 35% من الكوروم في السوق الفرنساوي كان جي من تونس وقت اللي كانت فرنسا عند قضايا من المستعمر إذن عنا تاريخ كبير في الغراسية في الزراعات ولكن للأسف نزلنا مطلوبين في العالم تعرف عليش مطلوبين مثل ما الديبرودوية معينين يقول لك تخدموا عليك العام بالكوروم التونسية في رأيي لو كان نفكر ونفتح مبحث في الجانب هذا أراه أعتقد غراسيات مهمة ومهمة جدا ولكن مع فكرة تعديلها بالمياه لأنها غراسيات مستهلكة يجبنا نحاول نعمل باش نحاول نقدم منتوج مهمة كيفاش تولي صاحب مشروع لزراعة الكوروم أكثر تفاصيل في طبع فخري موسيقى اليوم مع بعضنا باش نعرفوا شنوة لازم يتعمل باش تكون صاحب مشروع غراسة الكوروم يرزم تكون متحصلة لشهادة مهندس أو تقني سامي في الفلاحة ولو كان عندك اختصاص آخر ممكن تعمل تكوين في غراسة الكوروم أول خطوة تقوم بها توجه المراكز الأعمال الموجودة في كل ولايات الجمهورية للقيام دراسة المشروع والدراسة تكون مجانية الخطوة الثانية توفر الأرض اللي بيشتمارس فيها النشاط تكون على ملكك أو على وجه الكراء الخطوة الثالثة توجه البيتييس للبحث التمويل الخطوة الرابعة تتوجه الوكالة النهوذ بالاستثمارات الفلاحية أبيا للتصريح بالاستثمار والخطوة الخامسة تمشي المحامي أو محاسب لعدد القانون الأساسي للشركة الخطوة الثالثة توجه القبالة المالية لاستخراج البتيند وآخر خطوة تقوم بها هي التسجيل في السجل الوطني المؤسسة إيرانو أسبوعين مع فقري نتعرف على خطوات اللازمة لإنجاز عدد من المشاريع سنختم معك أنت نرجع لك جيد بالتوفيق إن شاء الله برج خدمة في رمضان تقصر لدومانت شوية سهريات خارجات حوالي جعيد يعني إذا تصلوا بطريزة على الباج كيفش يعني يتصلوا بيك مثلا؟ هو لنخدم يأما على الباج وإلا في دي إكسبزيشون إسانسيالما أنا جو بروبوس دي موديل ما إذا كان فاما دي كليون يحبوا حاجة في نفس الكنسيبت متاع المارك وفي نفس الحاجة بيان سوف مالحبابي ودعوة لتوين سيزوروا زغوان في رمضان راي حلوة برشة سيدها العزوز وشو لطريزة دي محلوة زغوان دي محلوة زغوان دي محلوة زغوان دي محلوة زغوان دي محلوة لذي كنتاع معرض الصناعات التقليدية شكرا لك بعد الفاصل نستقبل وضيفنا سيهايثم بعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس يعتبر النسيج ركيزة من ركائز الصناعة في تونس ويساهم بنسبة كبيرة في تشغيل اليد العاملة ومن بين نقاط قوة القطاع هذا نلقى القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية بحكم القرب الجغرافي من أوروبا وجودة المنتوج التونسي إضافة إلى كلفة الإنتاج التنفسية وتوفر الكفاءات المختصة والنسيج التونسي ما كانش خارج دائرة الرقمنا اللي هي بمثابة الثورة الصناعية الرابعة خاصة وأن الصناعيين قاموا بتطوير آليات وأسليب العمل بالاعتماد أكثر على التكنولوجيا والخدمات الرقمية الشيء اللي يعطي أكثر سرعة ونجاعة لكن ورغم الدور الحيوي اللي يطلع به النسيج في دعم الاقتصاد الوطني إلا أن التشغيلية راجعت من 250 ألف عامل إلى أقل من 180 ألف عامل والسبب هو الصعوبات اللي شدها القطاع خلال الساعة عدم تطوير الإجراءات الإدارية في مجال التصدير والتوريد بالإضافة إلى اندثار عديد الشركات الصغرى والمتوسطة الوطنية بسبب عدم القدرة على منافسة أطمان الملابس المستوردة من أسواق خارجية وبأسواق رمزية ونلقى وزيدا منافسة القطاع الموازي بانتصاب مصانع عشوائية تقوم بالتصنيع والتوزيع في الأسواق الموازية دون دفع الإداءات الشيء اللي يخليها قادر على ضرب الأسعار قطاع النسيج بقى زيدا مرتبط أساسا بالسوق الأوروبية ومن فتحش على أسواق خارجية أخرى مهمة برشا كما السوق الأمريكية اللي تنجم وحدها تخلق أكثر من 50 ألف موطن شغل ومن نساوش تداعيات الأزمة الصحية العالمية وينتسبب توقف النشاط في ارتفاع الديون ونقص السيولة وأغلاق عديد المؤسسات من جهة أخرى يقول خبراء الاقتصاد إنه النموذج التونسي اللي مازال يسير بمنويل القانون 72 القائم على استقطاب الصناعات التصديرية يخلينا اليوم مش قادرين على خلق القيمة المضافة في ظل التنفسية العالية من الدول المحيطة بينا النسيج والملابس القطاع اللي يضم أكثر من 2150 مؤسسة وقيمة مداخله تفوق الست مليار دينار كل عام يبقى ديمة قادر على توفير موطن الشغل ودفع الاقتصاد ورفع معدلات النمو وقد تتوفر الحلول للمشاكل العالقة ويتم وضع التسهيلات اللازمة اللي تشجع رؤوس الأموال على مزيد الاستثمار سيايثم برجي الله يسجع مع تونسيا نسيج والملابس نورتنا مرحبا بيك شوكرا نبدأ بالسؤال اللي تحت منذ قريب يعني الجامعة اليوم والمصنعين بتاعنا يعني يخدمون مسكرين على الواحهم ولا يتعاملون على بتيزة اختصان هكالي عندهم مثلا دي بتيت ستارتاب ولا دي عباد طريزة كل واحد يعني كيفاش حتى في كونسيبت يعني سؤال سؤال هذا بش نبتدحو بيه نبتدح بعد مزيل عنا مرأيك بجتعمل لابوك لما شنو كنت تحكي بيه نجي وبالي للي مش مغلوقين على روحهم toute une question de business model toute une question de modèle de gouvernance toute une question d'offre toute une question شنوال produit كيفش عرف بروحو معشكون يندامج كيفش عمل networking متعو كيفش نصيحتك للموذج مثلا كي مجيهانو برشا كيفا شو يزمهم يعملوا لمشوا على البراندينج يدخلوا في الجامعات يقدموا روحهم بش ينخرطوا مثلا في جامعات ويبدأوا اثنية 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 oui يزمهم يدخلوا الجامعات يدخلوا في لبغة قوخ دو جن قرأتر في لبغة قوخ دي ستختابر يزمهم يقربوا من التكنو بيل اللي تشاجع للستختاب يزمهم يقربوا من الجامعة يزمهم يعرفوا بروحهم يزمهم ما يتعبوش يزمهم ديم ما يعرفوا يخدموا ديم ما يلوجوا بش يمنتازوا ديم ما يعطوا كرياتيو يديوا أكثر أكثر وَجُوته ويوريوا اللي هما قادرين بشي عملوا علامة امتياز علامة بخدوية بشي يخلقوا ونديناميك بشي يخلقوا علاقة مع مصنع ومع مصنع وصغار كبار متوسطين يبدوا يبنيوا البزنس تاحهم بشوية بشوية يطلبوا النصح يقربوا شكون أكبر منهم مشكون عندوا أكثر تجربة يطلبوا كيفش بدأوا لابد الأخرين شنوا عملوا بشيات لهو ياخذوا البزنس مودال يعملوا باحتاجة بون بخاتيك ويكبر بشوية بشوية يدون شوز ونطر عرب بسك بدنا من الأخر جالي بوزي لكيسيون تونس كمم عادة تقاريد قديمة في كل مهو هو نسيج نعرفه غراس على الواء سوستاندوز وين بدنا المعنى تاسينية النسيج بدت تستنظ في تونس جيت بعدنا تركيا علشتوا تركيا عملت قبزة نوحية جسيعم غراس معادش معنى تركيا تبدأ من الول من الغازل معنى تعمل ملخيط تتعادى للتساش تتعادى للدفيلة دمود بريتا بورتي اي تو عاليش احنا ما عملناش القفزة هدي كنوعية رغم اللي رغم اللي نسيجي بتاعنا من احسن معنى تحسن المصنعين عنا في النسيج لكن الاندستري دمود ما تطورتش عنا جمعابل قبل ما يفي دي فار كانو ساما دي دفيلة دمود كانو في وصلي فار شنو صار التونس لحكي هل القفزة هدي عاليش ما عملناه اي باي توا دخلتو لي بسوئلات دوما مباشرة هوما سوئلات دوما فيهم برشا جاوين بيزم بنيو استراتيجيا شنو اللي صار تاريخيا شنو اللي صار شفهم ما عرفوا ما فماش ماننج مش نقولوا ما تطورتش على خطر التطورت برشا ما يتاوكي ولينا نحكيه ونقارنو تركيا وتونس ولينا بش نقارنو حكاية وحكاية انتغاسيان واندماجن تاع السيناء كنت خليني نقدم نحكيه فيها نقدم سيعة السكتور نقدم دوكوا يلي كمبوزي بش كون الحكاية مفهومة عند المشاهد وعندكم انتم سيعة اول حاجة كنا احنا سفقناك وقدمناك فتاقي ومسالش لا ممسالش خطر التقديم امتاعي مش كما تحديمها سيعة اول حاجة زيما نفهمه القطاع النسيج والملابس اressوت الزوجات نحوية التي نفهمها ف bibli容 cabe اسنا قطاع النسيج والملابس السلام ستكلم دعو عب Courtney الملاد للناسية政治 والملاد السنم نحو takeيه الذي يد sweaty Entscheidung لنتقوم بالتساج ونقب tempo نحو ما تح define نعم شproof والدس وغير فعندنا نحو ما يدكانيه أو بالطبع نحو ما تحكيه وليس uniform's هل rate نحكي على نانتيسي يمشي يزيد في الميديكال ودعا في الأرقام التي تخرج فيها الانس لأن العديد من المصنعين تجهيزات السيارات والايرونيوتيك 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 لا يقاعدون في التصدير وفي الأرقام ورقم المعاملات على النسيج وحفاق بالممتعي ملادي وفي الأرقامية وفي الأرقام يتم تلك سيارة المعاملات أن الكرينيوتيك ورليسي يبدو أن أخ dialogue في الواقع ويبدو أن أخضرنا فيها صفحات تومية يبدو أن أخضرنا في مراكزوتيك يبدو أن يبدو أن يبدو أن أخضرنا في البداية يبدو أن يبدو أن يبدو أن يكون من أجهة مرشاة ترجمة نانسي قنقر 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 يحللنا مشروع صيف أخري لا لا بالله كانت تسمحوا ما نعرفش تخليوني تعطيوني حيث من الزمن حاب نحكي على حاجات صعوبات انتم بكري حكيتولي على في الأوف حكيتلي على قتل شهرين لولنين تحنة بو هي مش مسألة شهرين ومش مسألة 13 أو 16 لقى فصل شهرين لولنين نسبة التصدير يعني فلا مش تعملت تفهم نسبة التراجع في التصدير قتلي مادام أميل تحت بـ 2% أنت تستمر في الأميل والشهرين أو الأميل والثلاثة في الأميل والأربع في الأميل لكني تتطير في الأشهرين وإنما يكون ما يكون هذا الواقع لكننا في اليوم في 2022 إلى 2023 على الحكي على الهربع لقد إنتظرنا لنا تحكي إنه غاضب مع رحزتي ونحكي في التصدير لم dكتابة اشتركوا في حاجات استخدار الوابط سOWN وطميسن سارح ونحكي في التكتب مع بلاي ونحكي في التكتبط ودا على ميهامي ثم نمي 2023، بس للمنجم أجمع في الكرز في كل جهما لنعنى الإجتماعية منصدي للنصفة لضيزايا ويجن الوضيلم ، الهو الشهر سكانت فقط هنا نظر أن نطلق في المعارض بأن هناك الشركات التضبط للغاية للقل التي تتلق بشكل مع نجتمع مع una ملاقمات الهواجأة مالا. سنتيهو يخرج من تونس اكس فاكتوري في الاكسبور مبينة 14 و 18 أورو صدني على الوحكو لابيريج برايس في البلدين أخرى كما بانجلاديش وغيرو غيرو غيرو يتراوح مبينة 7 و 11 أورو دونك هنيا احنا عنا سيان سيكتور غذية فقط وفالو غاجوتية فيه فالو غاجوتية كبيرة في النوها وفي الانوية على الكميش في الانوية على التخيط ما وفي الكوتي ستيليستيك نتاعو وعنا لزن تخبخيز متعنا بريمان ستيتوف دي عارت إيكولوجيك ما في اللي غيسو متاحهم في سوار متاحهم اكستيغا ريت فاخري يضحك دون بادي فصالي عليك دونك احنا لزن تخبخيز متعنا بتاع الدينيم فرشما نبيك بلير ستيعنا اللي هما يمثلوا 80% من المنتج في الى مانتج فرامان جهزين منذ سينوات في الكوتي كوتي الحياة وفي الكوتي التكنولوجي اليوم لزن ترويز هدوما يمروا بسعوبة خاصة تنعنا لزون دينيم المعروفية نحن ويسامحوني لننساهم من الزون الموجودة في تونس كل مخصوصك منطقة ولاية بنزارد بخصوصك رس جبال العالية فيها برشة دينيم ولاية المنسير وجهات أخرى في السحل وفما حتى في بقايا أخرى من البلاد من هذو ما نقوله فيهم 70-75% من الهد العام للتونشد في السجمان دينيم اليوم لجيين نطلبوا لفزي ديزانسي تاسي لا حد شي نطلبوا شوية مورونا بيش نضمنوا دايمو ممتاع شركات هذية وقابلنا في الخضم هذا سيد ويلي بنزارد وبرشة مسؤولين جيهويين بش نفاهموه شنو السعوبات طالبين زوز حاجات تامورونا هذة لتحكي على الإفوليسيون بكري نحكيه على الإفوليسيون وكستيغاء وشنو السبب الإفوليسيون بش نعملها يلزم زادة وقت السعوبات تلقى العينة وتلقى الاسيستانس والوقفة اليوم احنا طالبين مورونا سهلة مورونا يقول لك أنا خليني نتنفس خليني نواجه لباس متع الدمان في السوق العالمية خليني نتنفس خليني نتنفس خليني نواجه لكيز الموجودة من ديال مورونا جديد من ديال مورونا سليل بغولية لتونيزيون مي احنا ونلا سوبي ونحب ونحافظوا على المؤسسات بما إجراءات سهلة شوفت وقت اللي جيل كوبيد وخرجت الحكومة وعملت خلية شهر بعد 6 شهر موراتواار على الكيش وعلى الكريدين الموراتواار الموراتواار غير متع 9 شهر 9 شهر ليس للمساعدة الممسوس 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 ويهذا ليش؟ بيش نحافظوا على المؤسسة المؤسسات وهو يفتور نحافظ على ما يمكن الله يسير لأننا نظرة للأخرة يقول لحنا عنها مئو ستين ألف موتن شعال في القطاع الموسادة مئو ستين موتن شعال فورميل موجود من نتا وهو رسمى يقامو الشهداء بمتاوه وكوهو كوهو 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 قتل كوهو عن arms ماري ممتالي يمتالي يمتالي الربى عنده اللي لابا سيكره يسعده أن القصير مشاوليه صعان الملidis والممتالي والمتالينا قريري را مو بشر يساهم في ميزانية الدولة يساهم في ميزانية الدولة نحن نحافظ على المؤسسات فهمني وقت اللي يجيوا في ديفيكلتي شنو يصير في هذي يصير لأنتي كبش تحافظ على المؤسسة اللي هي نوعا ما تساهم في الإيرادات متاع المالية العمومية خانس معارق فرق فرق بعد مربي تخليه ليزايدا زون مش نحكي بقال برشا حاجة أخرى خاطر هو ميك فيش روك ويزنكم تعطيونا إميشيون فيها ساعتين ثلاثة ولا يزننا نعملو ديز إميشيون تيماتيك فيهم برشا دي تيماتيك تترى عندي مشكلة نتعى القبصة والقاسرين ومتاع المناطق التنمية الجهوية أعطيوهم تقيقة تقيقة أعطيوهم بعد نرجعلك مازلونا أحمس بإيجاز إنو كلموش أي اللي مهم جدا أنا حب نسئل استيهايتهم كميهني خاطر فرق ما بين إنو واحد يدي نظر في تيوريك برشا فمفرق ما بين إنسان دخلت يرامس وحكا لثلاثة نقاط مهمة في علاقة بالدمان في العالم اللي أصبح يضرب دايموما بتاع مؤسسات وحكا في نقطة أخرى في رأيي أنا مهمة جدا اللي ثم دي سيكتور سينيستري دي سيكتور سينيستري في العالم في علاقة بالتكستير وعندك نقطة أخرى حكيت عليها اللي هي طالب عام 2030 الإيكولوجيك باش تكون جزء من المكونات معناها المكونات المكوناتها موش إيكولوجيك بسئل 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 انتي تعرف صد الحرفاء متاعنا فرانسا إيطاليا هولندا وبولوني اللي هم موجودين في زون أوروبيين اللي في 2030 باش تولي في تصورات أخرى إيكولوجية واللي هذومة دايموما مؤساتنا مرتبة بهم تلاف أسلح هذومة كل باش نعجنوهم مع بعضهم شنوه ينصح هايثم بواجيلا اللي باش يدخلوا جدد للسكتور ولا الموجودين في السكتور تنصحهم باش يغيروا طبيعة المكوناتها باش يكونوا موجودين في المستقبل أميل كان عندك حسن بالنسبة للسلطة القرار في تونس أكثر من ألف 80% من الشركات النسيج هي شركات مصدرة مع أنت وقالا وقالا شركات الدخل في العملة الصعبة عليش من المفروض الدولة تعاونها ونعاودوني نداء لسيد وزير الشرق الاجتماعية فيما يخص التوسكي سينيسيس حبيتك نباعد سيهاي ثنباق تحكينا إذا ممكن على تأقلم قطاع النسيج التونسي مع تطورات هذه صناعة في العالم حاجة همة جدا وإذا اكتشفناها بالكوبيد وكانت حاجة خارقة العادة ما ترجعش لكن هو قد نبدأ بالسؤال هذا اللي تشترك فيه مع فخر اللي يحكيه على الإكولوجي ونحكيه على قطاع الدنيمة أو الجين اللي يقولوا يستهلك برشة مية ونعرفوا إنه المية المستعملة فيه عدد كبير المصنعنا اليومو مية دونك روسي كلية ومحافظة على البيئة نبدأ بالنقطة هذي كنت سمع سيهايه فيسا فيسا مباعد بش تعطيوني حيز من الزمن المرشي لوكال والقفسة والقسري بالنسبة للون فيغنماء والمية إنها النيكسي فخري قطاع النسيج التونسي قطاع متقدم جداً إيكولوجياً في الغالي بيئة متاع مؤسسيته ويا تجور الشاذ يحفظوا ولا يقاسوا عليها وأحنا كجامعة وكميهنيين ضد الشاذ ذي وأحنا ندعيه فانتني والله باش الناس ذي يتصديلها القانون وما يخليهم شي يخدموا يعملوا منافسة غير شريفة لغيرهم نحنا مع الخدمة في إطار احترام البيئة الغالي بيئة متاع مؤسسيتنا انتو محكيتو على الماء وعلى الجين وعلى الدنيم مش نعتيه كامل عليش قطلك متقدمي حنا الثمانية عشرة سنين التالي دجا مثلا وما يخفي على الصمت جاهزوا مكينة مو بدلوا مكينة والله وإكيبي لنشينا من شنا كنت بيش تتريتي ولا تصبح كيلو دينيم كيلو خماش دينيم ولا كيلو متاع سريو الدينيم ولا دزاحتيك الدينيم كنا نستعلكو كما نقولو سبعين ثمانين نترماء تاوى بالي تكنولوجيا اللي تحطوا ان بلاس دوني سايتو ويطان اللي تعدىو نستعلكو ان ويتيم تاريكو نستعلكو قبل كامل كما نعمل لانيا فين سارة سارة على لا كنشو ماشيوني رابطة بانا راشنالي سيارة الوكي ميزة كذبت خدمت 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 خدمة كبيريس ما بعد ولينا تبارك الله مياه 3ان 4ان مكين تانا حتى تسoint الكلاو مكين 30 مترو كب تحسلة في الكزينا متيانا يوم والينا أنا دободين يرسلهمين فيه 0 من فيه 3 4 مه كبه طلبت خدمت 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 خدمة بلفي نعم aujourdين خدمت 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 خبر sense dating brains processed нибудь قيا cards من جمهورية ونشربوا من بين منا leagues اعلم النحب دوت لاحقيقة لانهيس Priestences الذين ي尝بون أن يشعر الهمون في النور لقد نثقه ايضا في المستوى الجماع هما المتكوين الامرانية على الجماع لذلك في هذا الموضوع لذلك أدخل مكونا في نيس في حيث نيسي الأشياء فيه المنهج لذلك نأتينا في منهج حتى من التعليم من التعليم أد業 من التواصل لذلك يدخل المنهج والأملي، ومفوط المنهج التعليم. في هذا كلّ learners في التحديدين والتحديدات ايدي وأيدي تحديد الأشعار الم sexually ويدراص في التكتيف يتجربوا في المنطقة سيشفقة طبق المخلوق المطقبة الناسية المترجم للبرنامج المترجم للأدرين أنن هذا يكون نصبحت فأنه يطرق المنطقة في التعليم لتعليم الإنفية للتعليم المترجم للتعليم يجب أن نحضرك طبق المترجم ون تعملو فى حتى ما دفن 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 دعوered عن كيم ما بعد تونيزيال ترجی پور تونيزيال كيم ان لكم بزنز ازد كيم ان بزنز فرانز ممتع درس بشن نعملو أبجتف المثلون كربانا ستا سنوات القادمة مائف المائي من شركات متعا نسيش ومائلات بشن غيرو يكون عند هم إنهم دعوه نعمظر مش رنوول بالوظر إستالي في شركت مجمونا فيدي كل موزمو أكسي وفينانسما ويزمو نيغوشيشو مالبونوك ومالبايروغ دفن ومالفميزمو باكج كم قادي نخموالي قدر تربي في خلال 3-4 أشهر البرجي كم اللي كون جهز. الديناميك ديجا ألسة تنستالي. انا نحب نعمل الببليسيتي ومحاشيش بيها الببليسيتي خاتر احنا المنتوبية تيانا مصادرة. نعمل الببليسيتي ومالبايدات. نعمل الببليسيتي خاتر ايند. لدينا أحدثنا عن إزامة حروبات الإنفلازات في الأوروبة أسواقنا أوروبية وغادي القطاع تسدير يتعاف وموجودين النساء ورجاء وشبابه يجعلون يتعاف وعندهم من الإرادة ومن الكرياتيبية ومن الكرياتيبية ومن الكرياتيبية ولكن أكتب لدينا أحكيتكم على الترخيص على الكادر رجلومنتر لجسد على أقسي التي يجب أن نضع يدها في دين بعضها وننسى ونغزروا لبلادنا نتعوروا بلادنا نبعثوا الأمل في بلادنا وفهموا برشة دوائع لبعث الأمل اللي كانت تحبوا أعطيوني تنحكي لكم قفصة والقسرين لأنه ما عاتش عندي برشة وقت قفصة والقسرين والمشي لوكال قفصة والقسرين وشي ديبوزيد هما مناطق فهمني يصنفوا على أساس يكونوا مناطق قفصة والقسرين وهذا هو أنه كله معجب يكونوا مناطق يُعِعور أمين اللي كانت مرحلة لأن اعطيين اعطيين يكونوا مناطق يقرر اعطيون لأنه موما أنتخبخي سبوزي يدفعوا كان لبارتي سالاريال ولبارتي باترونال تتكفل بها الدولة شيء هذي ما سارش وصارت فيه تعجيزات وصارت فيه دي بياج في اليدكري هذوما اللي خليهم يتمتعوشي بالمتيازات هذي والليوم ناس ممروش أنه كل شيء مربوط ببعض ومعندهم شي الإكزونيغاسيون فسكال متاحهم دونك وقالدين يخسروا بفلوس كبيرة قاعدين مهددين بالإغلاق في مناطق محتاجة للتنمية اليوم عنا ديزون تخبخيز الصغرى تا ستين تا سبعين تا ثمانين عنا تلاثين خمسة وثلاثين شركة مهدى بالإغلاق سيد تلبتوا مقابلت سيد وزير شؤون الاجتماعية عمنا له تلب في المقابلة الأول والثاني بالكتابي عنده أكثر من ثلاثة شهرة والتوى مجانة جود وقابلوه قافة والقسرين وعيدهم الحقيقة من غير كتابي بنظر في الموضوع والحقيقة إلى يومنا هذا ننتظر التجربة نمشوا المحشي لوكال نحن نحب بلادنا ونحب نخدم بلادنا ونريكم الأمثل اللي قاعدين كيفاش نخدموا في البلاد وأنا خارج من هنا ثمانية ونص ماشي المستثميرين يحبوا يحطوا شركة متاع تكستيل تكنيك في تونس فيها ألف خدم ونس نحكيوا بدنا معهم على الرسو على الإكولوجي على الكنديسيون دوت خفايا وعلى نقل العمل أشوفوا مع أنت المستوي وين يطلع نرجع النقطة هم حكينا منذ قليل أكثر ركزنا على المؤسسات المستدرة تشكل 25% تقريبا من قطاع النسيش المخشي لوكال مخشي لوكال مخشي لوكال وما أدرك المخشي لوكال كما يقول زميلي سيحبيب شابشوب اللي هو أوبراتور إيكوناميك في المرشي لوكال وسي فتحي غاليش وسيحسن زراد اللي هو ما عندهم مسانع متاع زرد ومتاع فينساج متاع إمريسيون ديجيتال فريمون كان يمشيوا لزورهم يحتذي بهم ناس يزون بخي لغيسك ناس يزون انفستي ناس قاعدين يشغلوا ناس مسانع متاحهم متى ميزة في المرشي لوكال اليوم قاعدين يعانيو من امبورتشيون سوفاج قاعدين يعانيو في دي بالور تندنس غالتين ومهمش محاينين قاعدين يعانيو في دي امبورتشيون دوتاز من مصر دوتاز جدي بيان دوتاز فبني خاطر احنا هنا بلاد رولاتف ما نحترمو فيها القانون وعننا فيها أكثر هيكلة في إداراتنا وفي قوانيننا وفي سوقنا وفي تعاملاتنا مغير ما نحسبو كل پارلل والموازي والغير شرعي هذك الكل والكونترا اللي مقلقتهم وموش مخلية لهم مجال للمنافسة شريفة قاعدين يعانيو في هالتوريد العشوائي من مصر وماليفالوغ ديك لاغي غالطة اللي هي سو ديك لاغي قاعدين يعانيو من برشة فهمني من المنافسة غير شريفة كوشواء من المصادر الكل المصادر اللي تدخل بتريقة كما هكا سوديزان أوفيسيال مي سوديك لاغي لكالي فرانشيز لا 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 مالشوات حول هلا شرعي هلا شرعي لاماتير لأخماشية تلخيوت في ديوانا في ديوانا يعطي هو سوديك لاغي مانتا يعطي سومر خيس ومانتا هذك هو يلبراد لبخي قاعد يعمل في الدنبينغ وهو ما أسلا لزنسي تاسي اللي يعطيوا فيهم في مصر وكل شيء كما يعطيهم خمسة في المئة ولا سبعة في المئة على الفلغ إكسبورتي هذي يتسمى ديوانتنا اللي تبركال عليها عينيها محلولة ما تعرفش سوديك لاغي من السوخ ديك لاغي من المفروض إذن والله الخيطة خيطة خيطة احنا قاعدين في جلسات متعاقبة مع ديوانا نتوت في كل مام تاكولابوراسيون وقاعدين نقدموا معهم وتوى عنا جلسة جمعجية إن شاء الله مع وزارة التجارة وزارة الصناعة في الغرض وقاعدين ننكوبر وقاعدين يسموا فينا ونسموا فيهم وإن شاء الله معنا نحبه نزربه بشان نقاو حل قبل ما يكملوا يقضيونا على المؤسسات اللي مازالت تنشط على المستوى السوق المحلية ونكملوا ونسكروها ونحولوا الاستراتيجية متعنا من استراتيجية صناعية الاستراتيجية متع أمبرتاشيون وتجارة من غير خلق الثروة وخلق القيمة لفترة من فترات الكلام هذي تقال بصراحة هي عركة المصنع والمورد حتى على مستوى رجال الأعمال في بعض المنظمات الموردين versus المصنعين السيرفيس يعني مازال هذا موجود لأنه كيسموك العبيدي حكيه شو يقولوا أني سيلي فرانشيز اللي شو بنا يحلوا بصرع ما تكلمش على الفرانشيز لا يقول لك قد يظن الناس قد يظن الناس الناس المنظمة اللي تدفع في ديوانتها وتدفع في إداءاتها وتخدم في خدمة منظمة ما عنا معهم حتى مشكل عنا مشكل مع مسالك اللي غير منظمة اللي مسالك العشوائية اللي مسالك اللي غير قانونية وعنا مشكل مع اللي غير تندانس ولي سو ديكلاقات اللي قاعديني سيرو وهذا يقولوا نجمون عملو في اكسpertيز نجمون تشير كو بارتوناريا public-privé مي رابدما بسكو اللي دونجي اللي لابدما يفو لفير يفو أجيل الحقيقة وزارة التجارة متعاملة معنا بلقده وزارة صيناء كيف متجاوبة معنا بلقده وإن شاء الله في الإسابية القليلة المقبلة يزمنا بريمان نلقاو نحن كنا نعانيه من تركيا وليه تعانى مصر مصر خاطة تركيا غليت كمام نبوة في غليت فيها والدنيا غليت فيها وغليت كمام مدونجي ريال هو مصر خاطر وليه ويمشي وغديكا فم حكايات ميجيش نقولها في البلاتو وقعد تصير ثلاثة دقائق نقسمهم ثلاثين ثان ثلاثين ثان وبعد نعطي ثلاثين للختم تفضل فخ والأخير حسين ومن توازنات خاصة في قطاع النسيج قاعدة تصير البرة على هذك على قد ما نكون محظظين رواحنا في الداخل فباش نجم وما نفريو البرة لقوني جزت دقيقة دور الدولة في حماية مصنعيها راهي تونس ما هيش بش تكون سوق كما أسواق بلدين الخليج داخلوا حتى هون وليوا حبوا يصنعوا من المفروض الدولة تقف مع المصنعين متاحهم وني زادة تحية جزت لجامعة النسيج اللي هي من أحسن الجامعات الموجودة توا في في عشرة ثمانية أختي بسؤال عدد تراجع تشغيلية القطاع فترة الأخيرة يوم نحكي عن 160-170 وليك وينت عدو قد مصانع القاوم مطلوب عمال هلو ليك نفرة العباد شو الإشكال في دقيقة ونفسك ساعة 160-170 ماش فترة الأخيرة هذي الفقدين متاع مصانع لي مش الفقدين هذيك منجر الجزء الكبير منوان اندثار متاع التصنيع للإنتاج المحلي فبني إذي عشارات الالف من الوائع وخسروهم لبروكتور دي مرشي لكي تعدى قدم مصانع وتقرى قدم ومسحيح يمكن توا فما دي إكيليبر ديمографي كساير فما لزون كوتياء سانسات وغي انترم دو دو كوشي خاطر فيهم لمعامر فيهم دنيا كل مينا بزوين دلي للزون دو دول مو دون يجب أن ناجح اليسراء، يجب أن ناجح اليسراء ويجب أن ناجح اليسراء ويجب أن نجح اليسراء أن نجح اليسراء بالع Νئة لكننا نجح اليسراء أمّا أحيان كدوعة كثيرة للمسؤولين ويسروا القليل ومن يسوى أن يسوى في أوقات معقولة بإمكانكم البعض porque نقوم بإمكانكم بأنا هذه المترجم بالشراء الأولى أمّا أتبالى لذلك الغ فيه لكي دعونا stalkنا مكتبgard أن تليست إلى جيدة الأمام والاتزوجية الانتقال اتصار هذه الغاف Queens اسرح لنحن نعيش پل وكنت نحاولون modifying ونحن نحب نكون هناك 30 سنatte ونحين في سنةdf مثل القطاع الخاص شكرا هايثم بعجيلا رئيس جماعة تونسية للنسيج الملابس شكرا أمير رمضانك مبروك شكرا أمير مبروك وفرصة بما أنه رمضان جاي وبعد الأخيرة بيش تكون فرصة لحواجي العاية شريو تونس شريو تونس والله يعني ما رأوا عنا برشا شريو تونس وليه بربي كلمة أخيرة راهوا الأقوى ملابس وأقوى جودة وأقوى مركات عالمية راهي مسنوعة بيتونس شكرا لكم غضوة نتلقاوا في أنت الحب نحتفي بالمرأة في اليوم العالم حلقة خاصة نتلقى من العامة الأربوعة ثالي سبحانه خير نسكل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة